هل يعجز المغاربة عن شراء اللحوم الحمراء في الأشهر المقبلة حذرت فيدريالية اليسارة الديمقراطي من أن العديد من الأسر المغربية ستكون عاجزة عن شراء اللحوم الحمراء في غضون ثلاثة أشهر المقبلة وعن شراء أضحية العيد جراء الغلاء الحاصلي في أسعار رؤوس الماشية بسبب ارتفاع الطلاب وقلة العرض الذي تعرفه البلاد نتيجة مخلفات الجفاف والارتفاع الحاصل في موارد العلف بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية وعلى نتفاط ما تمني ممثلة الفيدرالية بمجلس النواب أن المغرب بات أمام وضع مترد للغاية ومن ثم فالمطلوب في نظر المتحدثة هو رسم خطة وتدابير استعجالية لتجنيب المواطنين أزمة اللحوم الحمراء والغلاء المتزيد في أتمانها والذي يفاقم من حدة الأزمة والغلاء المنتشرين في كل مناح الحياة